امام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ادى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية فقد اقسم خمسة قضاء في المحكمة الابتدائية ومفتشين قضائيين بالله العظيم ان يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وامانة وان يحترموا التشريعات السارية وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة دعيا نياهم ان يكونوا مثالا للنزاهة والحياة في جميع القضايا التي ينظروها وان يراعوا حقوق افراد المجتمع ويحترموا حقوق الانسان وكرامته حضر مراسم اداء القسم التي جرت في مقر اكسبو 2020 دبي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك انهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء ومدراء الدوائر المحلية في دبي اشتركوا في القناة